لقد كان خريف الغضب يتعرض لحالة رئيس غاضب بلغ به الغضب إلى حد اعتقال رموز كل الاتجاهات السياسية والفكرية في مصر يشير الكاتب والصحفي المصري الشهير محمد حسنين هيكل بأن السبب الذي دفعه إلى كتابة هذا الكتاب هو أن هناك قصة سياسية كبيرة في مصر يجب أن تروى وأن هناك العديد من الأخطاء التي ارتكبت في فترة حكم الرئيس محمد أنور السادات ويجب أن لا تتكرر وذلك دون إصدار أي أحكام مسبقة على شخصية السادات وأبرز القرارات التي اتخذها في فترة حكمه وكانت فكرة الكتاب قد نضجت في تفكير هيكل عندما كان معتقلاً بأوامر السادات ولقد أثار هذا الكتاب الكثير من الجدل بين صفوف المتقفين في مصر إذ صدر الكتاب بعد اغتيال السادات في أكتوبر من عام 1981 وانتقد سياسة الحكم التي انتهجها طوال فترته في رئاسة جمهورية مصر العربية كما تناول جوانب من شخصية السادات وطريقته في التعامل مع الأمور على أنها من الأسباب التي أدت إلى تنمية مشاعر الصخط الشعبي تجاهه وقادت في النهاية إلى اغتياله فما هي وجهة نظر هيكل عن السادات وكيف وصف حياته السياسية والشخصية الفصل الأول أدت أفعال السادات إلى سجنه وترضه من الجيش قبل أن يستعيد وظيفته بوساطة صديقه ولد محمد أنور السادات الرئيس المصري الأسبق عام 1918 في قرية ميت أول كوم وكان والده من القلة المتعلمين في القرية أما أمه ست البرين فكانت الأقل حظاً بين عدد من الزوجات الأخريات لقلة جمالها وسمرتها وملامحها الحادة وأثر ذلك على ابنها السادات الذي ولد ولديه عقدة اللون الأسود مما جعله ينغلق على نفسه ويخلق عالماً خاصاً به وقد كتب أنور السادات الكثير عن مرحلة الطفولة الصعبة التي عاشها في كتابه البحث عن الذات ومما كتبه في هذا الكتاب وصف طريقة تعامل والده القاسية معه وبحثه الجاد عن فرصة للدخول إلى عالم التمثيل ولكن علاقة والده مع أحد الضباط في الجيش البريطاني ساهمت في دخوله إلى الكلية الحربية في الثلاثينيات من القرن العشرين وتغيير مسار حياته بشكل جذري في بداية حياته العملية في الجيش عين أنور السادات في قرية منقباض في صعيد مصر وهناك التقى بجمال عبد الناصر للمرة الأولى ليصبح أكثر وعياً بالحالة السياسية في مصر وفي عام الف وتسعمائة وأربعين تم نقله إلى السودان للانضمام إلى وحدة سلاح الإشارة بينما كانت مصر تشهد تنافس ثلاث قوة على السيادة الداخلية للبلاد هي القصر الملكي وبريطانيا وحزب الوفد المصري وعند عودته من السودان تواصل السادات مع تنظيم سري يعمل على مساعدة الألمان في حربهم مع بريطانيا تنظيم يطمح في أن تنجح ألمانيا في إخراج بريطانيا من مصر ولذلك ساعدهم السادات بدافع وطني إلا أن الحكومة نجحت في اعتقال المتورطين في هذه القضية ومنهم السادات بتهمة الخيانة والتجسس ولكن الديوان الملكي عمل على تبرئته وإخراجه من السجن عام الف وتسعمائة وثمانية وأربعين وبعد عامين عاد إلى الجيش بعد أن توصط له أحد أصدقائه عند الملك فاروق ليبدأ صفحة جديدة من حياته بانضمامه لتنظيم الضباط الأحرار الذي استولى على حكم البلاد وطرد الملك فاروق خارجها فما هو دور السادات فيما سيلي من أحداث الفصل الثاني تقرب السادات من جمال عبد الناصر وذلك ما جعله لاحقا رئيسا لمصر عارض جميع أعضاء حركة الضباط الأحرار انضمام السادات إليها باستثناء جمال عبد الناصر فقد كانوا يرونه شخصية مشبوهة وغير موثوقة كما أن علاقاته مع القصر جعلتهم يشككون في ولائه إلا أن عبد الناصر وثق به وسلمه بعد ذلك بعض المهام مثل رئاسة تحرير جريدة الجمهورية وعينه في منصب الأمين العام للمؤتمر الإسلامي ثم بمنصب رئيس مجلس الأمة المشترك عقب الوحدة بين سوريا ومصر ثم منصب رئاسة مجلس الأمة المصري بعد فك الاتحاد مع سوريا كما نصبه عبد الناصر نائبا له أثناء رحلة أعمال مؤتمر القمة العربية في الرباط عام 1969 بينما كان عبد الناصر مشغولا في الضغط على أمريكا لوقف دعم وتسليح إسرائيل إلى أن صدرت مبادرة روجرز روجرز بلان التي تنصه على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 ولم يمضي وقت طويل حتى اشتد مرض عبد الناصر فتوفي عام 1970 ليصبح السادات رئيسا لمصر والآن سنلقى الضوء على فترة حكم السادات لمصر اقتباس تتعدد الاجتهادات حول السبب الذي قام من أجله جمال عبد الناصر بضم السادات إلى تنظيم الضباط الأحرار الفصل الثالث ركز السادات على ثورة الاتصالات في تدعيم شعبيته ساعد انتشار التكنولوجيا والإعلام المرئي الحديث على تقريب نجوم الفن والسياسة والثقافة من الناس وكان السادات من أكثر الأشخاص حبا للكاميرا وللظهور المستمر والبطولي أمام عامة الشعب وذلك ما حدث فعلا فبعد أن نجح في الترويج الدعائي لنفسه على أنه الرئيس القادم من الطبقة الفقيرة من الشعب وأنه الرئيس المتدين وما إلى ذلك مما يخدم سمعته فقد نجح السادات أيضا في استغلال الكاميرا والتلفاز في الترويج للانتصارات المصرية على إسرائيل في حرب أكتوبر عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين وخاصة توثيق الفترة التي نجح فيها الجيش المصري باختراق خط بارليف المنيع ليظهر السادات على أنه الرئيس البطل الذي حطم دفاعات الجيش الإسرائيلي ولم يكتف السادات بذلك بل وقد وثق لحظة وجوده في طائرته الخاصة المحلقة باتجاه القدس بهدف إلقاء خطاب في الكنيسة الإسرائيلي فكان كل همه وقتها هو تحقيقه ممكنة عبر كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والورقية في الوقت الذي كان عليه أن يفكر أكثر في الصخط والإزعاج الذي تسبب به لكل العرب وهو يصافح عدوهم الإسرائيلي فما هي أهداف السادات من العلاقة التي سعى للتقارب فيها مع كل من أمريكا وإسرائيل الفصل الرابع سعى السادات لإقامة علاقات طيبة مع الغرب والولايات المتحدة بعد سنوات من العلاقة الجيدة بين مصر والاتحاد السوفيتي بدأ السادات يسعى باتجاه معاكس لتوطيض علاقاته مع الولايات المتحدة العدو الأول والمنافس الأبرز للاتحاد السوفيتي فأشار على مدير مخابراته أحمد إسماعيل وبتحريض من أصدقاء السادات في السعودية ببدء المحادثات مع رئيس المخابرات الأمريكية يوجين ترون وذلك في نهاية عام 1971 إلا أن تلك المحادثات لم تنجح في منع القتال بين الجيش المصري والإسرائيلي في قناة السويس ونتيجة للنجاحات الكبيرة التي حققها الجيش المصري في حربه مع إسرائيل قام وزير الخارجية الأمريكي هنريك سينجر بالضغط على السادات من أجل وقف القتال فاشترط السادات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في عام 1967 فرفضت أمريكا وراحت تزود إسرائيل بالسلاح إلى أن اتخذ السادات قراراً بوقف إطلاق النار على شرط التفاوض على قرار مجلس الأمن المذكور بعد ذلك قف العلاقات مع الاتحاد السوفيتي إلى الحدود الدنيا ودخلت مصر بعدها مرحلة جديدة من العلاقات مع الولايات المتحدة لكن ذلك جاء على حساب مكانتها في الوطن العربي إذ بدأ السادات يخطو خطواته الأولى نحو السلام مع إسرائيل كم سنرى؟ في أعماق أنور السادات في أيام حرب عام 1973 الحاسمة الفصل الخامس كان السادات أول رئيس عربي يعقد صلحاً مع إسرائيل المرحلة بعد حرب أكتوبر من أصعب المراحل على السادات في فترة حكمه لمصر إذ اضطر السادات إلى رفع الدعم عن السلع الرئيسة تجاوباً مع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتنفيذاً لخطة صندوق النقد الدولي أدى ذلك إلى اندلاع المظاهرات في كل مكان إلى أن أقر السادات عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل المظاهرات إضافة إلى أن علاقة السادات مع أمريكا أصبحت بحاجة إلى إعادة بناء بعد تولي جيمي كارتر للرئاسة الأمريكية التي يلازمها التأسيس لمعاهدة سلام مع إسرائيل قام السادات بإلقاء خطاب أمام مجلس البرلمان في عام 1977 لإقناع الرأي العام المصري بضرورة إنهاء حالة الصراع مع إسرائيل والتي كانت في الأمس القريب عدواً للمصريين ووسط ذهول الأمة العربية حطت طائرة السادات في مطار لد المحتل فاستنكرت الحكومات والشعوب العربية فعلته ووجهت إسرائيل ضربة مدوية له عندما صرحت بأنها لن تنفذ طلب السادات في هذه الزيارة بالعودة إلى حدود عام 1967 من جهة أخرى لنجب الآن عن سؤال كيف كانت إدارة السادات لمشاكل مصر طوال فترة حكمه؟ الفصل السادس أدت إدارة السادات الفاشلة لأوضاع البلاد الداخلية وسياستها الخارجية إلى اغتياله ورف السادات بتبذيره وإصرافه فقد كان يحصل على راتب قدره 900 جنيه بالإضافة إلى اعتماد بنكي بقيمة مليون جنيه سنويا تمنحه الدولة إياه من أجل مساعدته في متطلبات العمل إلا أن السادات كان يصرف تلك الأموال على حاجاته الخاصة من البيوت والطائرات واليخوت والسيارات في الوقت الذي بلغت فيه ديون مصر 500 مليون دولار و19 ألفا حينها كما وعانت مصر من آثار قرارات السادات الاقتصادية التعيسة مثل إنفاقه للمساعدات الأجنبية على مشاريع خاسرة وإدخال اليد الأجنبية لمصر دون رقابة وارتفاع معدل هجرة الكفاءات بينما كان هم السادات الوحيد هو إنشاء المؤسسات الترفيهية لرجال الأعمال ممن تزايدت أعدادهم على حساب الفقراء دون أن يستغل ثروات البلاد المختلفة في معالجة اقتصادها كما ولم تكن علاقة السادات مع الحركات الدينية على أحسن حال فعلى الرغم من وجود قنوات اتصال مع جماعة الإخوان إلا أن ذلك لم يمنعه من سجن الكثير من أعضائها قبل أن يحاول استمالتهم إلى صفه من جديد بهدف كسب الرأي العام بعد سلامه مع إسرائيل إلا أن هذا السلام كان أكبر حاجز بينه وبين الإخوان فيما بعد أما الأقباط دورا مفصليا في تاريخ مصر القديم والحديث وقد حظوا أثناء زعامة البابا كيريل السادس بعلاقة جيدة مع السلطة على عهد الرئيس جمال عبد الناصر الذي منحهم مليون جنيه كتمويل لبناء كنيسة جديدة رغم أن ذلك كان مخالفا للدستور المصري وعلى الجانب الآخر فإن السادات دخل في صراعات مع الأقباط أثناء محاولتهم لبناء كنيسة في عهده مما كاد أن يشعل حربا طائفية بين المسلمين والمسيحيين كانت سنة 1980 حافلة بالأحداث وذلك لأن السادات وجد نفسه فيها في أضعف فترات حكمه بسبب تراجع دوره في العالم العربي وتعزيزه للصراع الطائفي وتطبيعه مع الإسرائيليين وسماحه لأمريكا بالهيمنة على الأراضي المصرية بالإضافة إلى إغراقه لمصر بالديون وكل ذلك كان ينبئه بأن شيئا خطيرا على وشك أن يحدث تقرر إجراء عرضا عسكريا في استراحة القناطر بحضور الرئيس السادات فعزم الملازم خالد الإسلام بولي ورفاقه عبد السلام فرج وعباس حسين وعطى حميدة على اغتيال السادات بعد أن أقاموا عددا من التدريبات لتنفيذ خطتهم وفي السادس من أكتوبر من عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين أطيل السادات وستة من مرافقيه وجرحة ثمانية وعشرون شخصا بينما قبض على المنفذين للحادثة التي عرفت فيما بعد باسم حادثة المنصة وحوكم الإسلام بولي ورفاقه بالإعدام كان من الملفت للنظر أن الحياة راحت تواصل مجراها العادية بعد إعلان اغتيال رئيس الجمهورية لقد استوعبت الجماهير نبأ الاغتيال بسرعة ولم يصدمها شيء فيه وفي بعض أحياء القاهرة الفقيرة فإن السلطات تخذت احتياطات أمن بينها قطع التيار الكهربائي خشية قيام مظاهرات يبدو فيها أثر الابتهاج الشعبي تقبل الشعب المصري وفاة السادات سريعا ولم تكن حالة الشارع مشابهة لتلك التي سادت إثر وفاة الرئيس جمال عبد الناصر فقد كانت مصر غارقة في الديون وتعاني من شلل في معظم مرافق الدولة الهيكلية إلى جانب تراجع دورها الإقليمي في الساحة العربية والعالمية وبهدوء كانت القاهرة تطوي صفحة السادات وهي ترقب الغدى القريب السادات بدأ حياته محاولا الدخول إلى عالم التمثيل فوجد نفسه في الجيش الذي طرد منه ثم عاد بواسطة أحد معارفه ثم تقرب من جمال عبد الناصر وذلك ما جعله لاحقا رئيسا لمصر وكان تركيز السادات على ثورة الاتصالات أساسا في تدعيم شعبيته كما وسع السادات إلى إقامة علاقات طيبة مع الغرب وأمريكا وفي سياق ذلك أصبح أول رئيس عربي يعقد صلحا مع إسرائيل الأمر الذي ترافق مع إدارة السادات الفاشلة لأوضاع البلاد الداخلية وسياستها الخارجية التي أدت إلى اغتياله ترجمة نانسي قنقر